ماذا لقومي بأسقعي عدنان إبراهيم وهي مشكلة تزوير وتحريف كلام العلماء وكالعادة سنعرض أولاً ماذا يقول عدنان إبراهيم ثم نعود للرد عليه وحفج القنبلة لن ترضي المتشددين وما أحلام قنبلة وقعت عليه بتوفيق الله وقعت على نص حوالي ثلث صفحة جميل جداً للإمام الكبير ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه هذا تلمية شيخ الإسلام بن تيمية ابن قيم يصرح في هذا النص بطريقة واضحة بطريقة واضحة أن المرتد عن الإسلام إذا كف ضره وكف أذى كف يده ولسانه ورضي أن يعيش محكوماً بقانون المسلمين يعني في ذنبة المسلمين ويدفع الجزية قال ما يعاني مشكلة يعيش أهله وسهلاً بي ابن القيم وما قالش لا المرتد يقتل ومن بدل دينه فاختله قالك لا موضوع طويل عشان نبرر الكلام هذا في الحقيقة هذا كما أقول دائماً يحتاج إلى كلام طويل وطويل أطول مما تتخير لكن باختصار ابن القيم انتهى إلى هذه يبدو أنه يفكر مذهبياً بطريقة نظامية بيسموها فرأى نفسه مضطراً أن ينتهي إلى هذه الحقيقة الصحيحة في ظننا والله تبارك وتعالى أعلم كلها مجرد اجتهادات في ظننا أنها حقيقة صحيحة حتى المرتد طبعاً بما أني من النوع المتشدد كما يحلو لعدنان إبراهيم ومن ينتهج منهجه أن يصفني أنا ومن يسير على هذا المنهج توقعت أنني لن أكون راضياً عن كلام عدنان إبراهيم لكن بعد سماع هذه القنبلة من عدنان إبراهيم فوجيت أنني كنت راضياً جداً بعد سماع عدنان إبراهيم لأن هذا الكلام الذي قاله عدنان إبراهيم يؤكد نظريتي في عدنان إبراهيم في مسألة الغش والتزوير والتحريف عموماً سنعيد هذه القنبلة لعدنان إبراهيم مرة أخرى يعني نقدر نسميها هجمة مرتدة وسنعرف الآن هل الإمام بن القيم رحمه الله قال هذا الكلام أم لم يقوله أمام حضرتكم كتاب أحكام أهل الذمة للإمام بن القيم رحمه الله الجزء الثاني صفحة رقم 695 قال الإمام بن القيم رحمه الله بل المرتد إن استمر على ردته قتل هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ طب أين هذا الكلام من الكلام الذي قاله عدنان إبراهيم بل وفي نفس هذا الكتاب يقول الإمام بن القيم رحمه الله أن الصبي إن استمر على ردته حتى يبلغ يقتل والكتاب أمام حضرتكم على الشاشة قال ابن القيم وعلى هذا فيمكن أن يكون الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن مكلفا بشرائعه فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره وهذا يعني أن الرجل البالغ إذا ارتد عن الإسلام يقتل هذا نص كلام الإمام بن القيم رحمه الله هل تريدون الأعجب من هذا؟ أمام حضرتكم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الخامس صفحة رقم 41 قال الإمام بن القيم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف إلى آخره ثم قال وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في من بدل دينه بالقتل ولم يخص رجلا من امرأة يعني أي رجل أو امرأة يرتد عن الإسلام فحكمه ماذا؟ حكمه القتل وهذا الحكم ينسبه الإمام بن القيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اكتفيتم أم تريدون المزيد أمام حضرتكم كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أيضا لابن القيم الجزء الأول صفحة رقم 641 قال ابن القيم وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك يتكلم عن المرأة لم يفرق بينها وبين الرجل وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل المرأة إذا ارتدت تكون مساوية للرجل ولا يفرق الحاكم بينهما من حيث العقوبة والقتل يبقى المرتد والمرأة حتى المرتدة إن ارتد عن الإسلام يقتلان أم لا يقتلان كلام ابن القيم واضح رحمه الله طيب نحن إلى هنا لا نحتاج إلى نقول أخرى من كلام ابن القيم لأننا الآن أثبتنا أن ابن القيم رحمه الله يقول في هذه المسألة بقتل المرتد وهذا يعني أن عدنان إبراهيم كان يزور كلامه طيب عدنان الآن لو فرضنا أن واحد من أحبابك أو من تلاميذك أو من محبيك ومستمعيك الآن سمع هذا المقطع الذي قلت فيه هذا الكلام وعاد إلى كلام ابن القيم ووجد أن ابن القيم يقول عكس ما تقول هل سيظل مصدقا لك؟ هل سيظل يعتقد أنك إنسان صادق وأنك إنسان أمين؟ وأنك تنقل كل شيء على الأئمة بصدق وأمانة ومصداقية؟ إنصح للناس النصيحة تسعى لأنها يوم القيامة احكي الحق الذي نجيك أمام الله هذا النصيحة خلص خلص إيه؟ الحق من الدغل هذا معنى النصح تخليص أعطي شيء صافيا صحيحا لا تخدع الناس أعطي شيء صافيا صحيحا لا تخدع الناس أعطي شيء صافيا صحيحا لا تخدع الناس طيب أين النص الذي استدل به عبدالله إبراهيم هذا النص موجود في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجزء الثالث صفحة رقم 339 قال ابن القيم فأما القتل فجعله أي الشارع عقوبة أعظم الجنايات كالجناية على الأنفس فكانت عقوبته من جنسه وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسدة لهم ولا خير يرجى في بقائه ولا مصلحة فإذا حبس شره وأمسك لسانه وكف أذاه والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين ثم تكلم ابن القيم رحمه الله عن حكم الزنا في البداية أقول أن ليس في هذا النص الذي قاله ابن القيم وقرأناه الآن على مسامعكم أن ابن القيم رحمه الله يقول أنه يجوز للمرتد أن يبوح بردته وكفره لا ابن القيم لم يقول هذا الكلام لأن معنى هذا أننا نقره أننا نقر هذا المرتد على ردته أو معنى هذا أن ابن القيم يوافق على هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح ابن القيم رحمه الله لم يقول هذا الكلام بل يصرح ابن القيم بعكس هذا الكلام ويقول أن هذا الشخص يحبس لسانه طبعا طالما حبس لسانه فلن يعلم أحد بردته أصلا تريدون الأدلة على صحة ما أقول الإمام بن القيم هنا كان يرد على الإمام بن حزم رحمه الله ويبين له العلة في هذه الأحكام العلة في التفريقة بين إقرار النصراني على نصرانيته في ديار المسلمين وعدم إقرار المرتد على ردته في ديار المسلمين وسنحلله كلام الإمام بن القيم رحمه الله بشكل دقيق أولا هذا النص فيه تنصيص من الإمام بن القيم رحمه الله على قتل المرتد ابن القيم يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل القتل عقوبة لجرائم ثلاثة قال القتل والردة والزنا فأما الأولى فيقول ابن القيم أن القتل عقوبة لجريمة القتل إنسان قتل فيقتل بالقتل وهي عقوبة من جنس ونوع الجريمة والثانية قال ابن القيم أن القتل عقوبة لمن يطعن في الدين القتل عقوبة لمن يطعن في الدين أو يرتد عنه يعني ابن القيم الآن جعل القتل عقوبة لمن يرتد عن الدين أو من يتجنى على الدين ويطعن فيه إذن الجنية على الدين سواء بالطعن فيه أو بالارتداد عنه هذه جريمة عقوبتها ماذا عند ابن القيم؟ عقوبتها القتل واعتبر ابن القيم أن الردة في حد ذاتها من جنس الجناية على الدين فقال كالجناية على الدين بالطعن فيه أو الارتداد عنه يعني الجناية على الدين بحسب نص كلام ابن القيم لها صفتان إما أن الشخص يطعن في الدين وإما أنه يرتد عنه ده كلام ابن القيم ولا كلام من عندي ده نص كلام ابن القيم رحمه الله يعني مجرد الارتداد عن الدين ابن القيم يعتبره أنه جناية على الدين وموجب للقتل قال ابن القيم أن الطعن في الدين أو لارتداد عنه أو لا بالقتل من أي عقوبة أخرى لأن بقاء الطاعن في الدين بين المسلمين مفسدة ولا يوجد خير في بقائه بينهم على حسب هذا الكلام ومما ذكرناه ابن القيم من قبل أن الذي يقر على الجزء هو النصران وليس المرتد لأن المرتد لا يقر على الجزء أصلا والدليل على هذا الكلام أن الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة الجزء الأول صفحة رقم 195 يقول أن المرتد لا يقر على ردته نفتح الكتاب أمون حضرتكم على الشاشة ونقرأ كلام الإمام ابن القيم قال الخامس أنه سبحانه وتعالى قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإذا كان أولياؤهم يعني أولياء اليهود والنصارى منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام طب لو شخص كان مسلم ثم دخل في دين هؤلاء وتولاهم هذا ما حكمه قال ابن القيم فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية الكلام واضح؟ أنا أسأل عبدالن إبراهيم وأتوجه له بهذا السؤال إلى متى ستظل على هذا المنهج؟ متى ستعود إلى الحق؟ ابن القيم يقول أن هذا الذي ارتد عن الإسلام لا تقبل منه الجزية لا يقر على ردته ولا نأخذ منه جزية من أين أتى عبدالن إبراهيم أن هذا المرتد تأخذ منه الجزية؟ هذا تزوير هذا تزوير لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع ولا يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين يوضحه الوجه السادس أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كان جميعا باطلين يعني لو شخص انتقل من الوثنية من دين الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام أو اليهودية أو النصرانية هذا انتقل لو اعتنق اليهودية أو النصرانية فهذا انتقل من كفر إلى كفر وإن كان كفر اليهود والنصرى آه يعني أخف من كفر المشركين مشركي قريش لكن الأثنان باطلان دين المشركين ودين اليهود والنصرى الاثنان باطلان قال ابن القيم وإن كان جميعا باطلين وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل لو المسلم بقى يرتد عن الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر إذن هل ما قاله عدنان إبراهيم كان صادقا فيه هل نقل عدنان إبراهيم عن ابن القيم كان نقلا صحيحا هناك نقطة أخرى الأئمة والعلماء لا يقولون أن الجزية تأخذ من المرتد يا جماعة المسألة على العكس أصلا هناك اتفاق بين كل العلماء أن الجزية لا تأخذ من المرتد الجزية تأخذ من اليهود والنصارى وفي المشركين وغيرهم خلاف لكن المرتد هناك اتفاق عند كل علماء المسلمين أنه لا تأخذ منه الجزية أمام حضركم الموسوعة الفقهية الكويتية الجزية الخامس عشر صفحة رقم 173 تحت عنوان أخذ الجزية من المرتدين يقولون اتفق الفقهاء مسألة فيها اتفاق على أنه لا تقبل الجزية من المرتد عن الإسلام يبقى المرتد عن الإسلام لا تقبل منه جزية كما يقول كل علماء المسلمين مسألة فيها اتفاق جماعة لو كان ابن القيم يقول بما قال عبدالن إبراهيم أليس كان من المفترض على العلماء الذين قاموا بإعداد هذه الموسوعة أن يذكروا أن ابن القيم يخالف العلماء يعني كانوا يقولون اتفق العلماء إلا ابن القيم اتفق مثلا كذا إلا فلان لا العلماء يقولون أن هناك اتفاقا بين كل العلماء على هذا الحكم ونحن ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله نفسه في أحكام أهل الذنة الجزء الأول صفحة رقم 195 أن المرتد لا يقر على ردته المرتد لا يقر على ردته طيب من نفس الكتاب من كتاب إعلام الموقعين يقول ابن القيم في الجزء الخامس صفحة رقم 190 فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقا للقتل إذ صار مستحقا للقتل يعني المرتد الآن حكمه عند ابن القيم إيه؟ أنه مستحق للقتل كيف زعم عدنان إبراهيم أن المرتد لا يقتل عند ابن القيم؟ كان من الممكن أن أقول أن عدنان إبراهيم أخطأ في فهم هذه المسألة وهذا يحدث لكثير من الدعاء أو حتى من العلماء لكن الذي منعني من أن أقول هذا الكلام أن عدنان إبراهيم نفسه قال أنه لا يتكلم في مسألة إلا بعد أن يقتلها بحثا وهكذا يفعل لا أحب أن أتكلم في موضوع إلا بعد أن أقتله بحثا بمعنى الكلمة يعني هكذا أفعل سياق الكلام في مسألة الجزية عائد على النصراني وليس على المرتد لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوت الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر أن في أول الآية أن المخاطبين بهذا الحكم أو المقصودين بهذا الحكم هم أهل الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب واضح؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون يبقى إعطاء الجزية المقصود بمين؟ أهل الكتاب أليس كذلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل في هذه الآية أن المرتدة سيدفع الجزية وهناك نقطة أخرى أريد التأكيد عليها المرتد إذا أعلن ردته هذا طعن في دين الإسلام وابن القيم ذكر هذا الكلام ما الدليل على هذا الكلام؟ هناك آية في سورة آل عمرون قال الله سبحانه وتعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون يعني أهل الكتاب هؤلاء الذين سيفعلون هذا الفعل سيزعمون في أول النهار أنهم آمنوا ثم إذا انقضى النهار يقولون نحن كفرنا بهذا الدين ما هي الفائدة؟ هو الإنسان لماذا يرتد عن دين من الأديان؟ يعني مثلا النصراني حينما يخرج من النصرانية ويقول أنه أسلم أو ألحد أو أي شيء من هذا القبيل هل يخرج من النصراني لأنه مختنع بها أم لأنه يعتبر أن هذا الدين دين محرف وليس من عند الله سبحانه وتعالى؟ الأمر واضح وظاهر وبدهي أن الإنسان لما يخرج من دين هو يعتقد أن هذا الدين باطل بالكلية صح؟ يعني مجرد خروج المرتد من الدين هذا طعن في الدين طب طعن في الدين بينه وبين نفسه هذا خلاص لن نعلم عنه شيئا فبالتالي لن يترتب حكم على هذه المسألة لكن لو أعلن عن هذه الردة لا يؤاخذ ولي الأمر يعاقبه بعد الاستتابة إلى آخر هذه الضوابط يبقى مجرد الخروج من الدين معناه الطعن يتضمن الطعن في دين الإسلام والنتيجة المترتبة على ذلك هي قولهم لعلهم يرجعون يعني لعل هؤلاء المؤمنين إذا رأونا فعلنا ذلك يرجعهم أيضا عن الإسلام يبقى مجرد إعلان المرتد عن ردته هذه دعوة منه لغيره أن يرتد عن هذا الدين الأمر واضح والآية واضحة وكلام الإمام بن القيم رحمه الله واضح في هذه المسألة سنفترض أن كلام عدنان إبراهيم صحيح يعني سنفترض أن ابن القيم قال هذا الكلام بالفعل ابن القيم قال أن الجزية تأخذ من المرتد أليس كذلك؟ طب هل يا عدنان أنت ستقول أن المرتد يدفع جزية للمسلمين؟ لا عدنان إبراهيم قال أن الجزية شيء كان قديم ومضى زمنه وولى عهده شيء تاريخي شيء من التاريخ خلاص يا جماعة محدش يتكلم بعد كده في الجزية كانت أمر تاريخي وانقضى زمنه انتهت هناك عشرات من العلماء من قالوا حتى موضوع الذمة وموضوع الجزية وموضوع كذا وكذا كلها أشياء تاريخية باتت من التاريخ لا يسول ولا يصح ولم يشتغل إحياؤها وابتعاثها من جديد يعني الآن عدنان إبراهيم بعدما زور كلام الإمام بن القيم رحمه الله تركه ولم يأخذ به لماذا زورت كلام الإمام بن القيم طالما أنك أصلا لن تأخذ به والله أمر غريب أنت أصلا لن تأخذ بكلام الرجل طب لماذا تزور كلامه أصلا يعني أنت كان ممكن ما تذكرش كلام بن القيم نهائيا أمر في منتال عجب يا إخوة حتى لو ابن القيم قال بهذا الكلام نحن لن نأخذ بكلام ابن القيم ولو ابن تيمية رحمه الله وهو شيخ الإسلام عليه رحمة الله لو قال إن المرتد لا يقتل فلن نأخذ بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لأننا لا نتبع ابن القيم ولا نتبع ابن تيمية بل نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مطلق التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنحن إذا اتبعنا ابن تيمية وابن القيم يكون هذا في مسألة من المسائل يكون هذا لاتباعهم للكتاب والسنة وليس لمجرد كلام ابن القيم أو لمجرد كلام ابن تيمية واضح؟ ابن القيم ابن تيمية لا يشرعان عليهم رحمة الله وإنما المشرع هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام المتبع حقا بابه وأمي عليه الصلاة والسلام واضح؟ فلو أن ابن القيم قال أن المرتد لا يقتل إحنا لن نأخذ بكلام ابن القيم وإنما سنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من بدل دينه فاقتلوه حديث واضح حديث صحيح رواه البخاري وغيره إلى آخره الآن سأذكر لكم شيء مضحكا عبد الله إبراهيم حينما ذكر كلام الإمام بن القيم قال على ابن القيم أنه الإمام الكبير ابن القيم للإمام الكبير ابن قيم الجوزية رحمة الله عليها هذا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية لكن عبد الله إبراهيم حينما أراد أن يطعن في ابن القيم انظروا وشاهدوا بأنفسكم ماذا قال عن الإمام بن القيم وابن القيم يمدح خالد بن عبد الله القصري يمدح هذا القربان الذي تقرب به إلى الله حتى تعرفوا كيف تتسمم أفكار شبابنا حتى تعرفوا كيف تتسمم أفكار شبابنا حتى تعرفوا كيف تتسمم أفكار شبابنا فحكم الردة ثابت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة الإسلامية بل وبكتاب الله سبحانه وتعالى واحد يقول لك أنت من أين أتيت أن في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يوجد حكم الردة والله اقول عدن ابراهيم هو الذي ذكر هذا الكلام اها من بدل دين هو ايش فاقتلوه انه هذا ايش حكم جاء به النبي ولم نرد في كتاب الله صحيح لم يرد بوضوح لم يرد بوضوح لكن وانه بطريق الاشارة من يقول لي وين حد الردة عشان يكون دقيقين وهذا العلم الاصول بعلمنا اياه العلم الاصول بنتلع علمك كيف تفهم هذا الشيء الدقيقة جدا الالغاز الشرعية طبعا في بعض الناس يقول لك ايه انه ما فيش في كتاب الله اي دليل على ايش على حد المرتد على حد المرتد لا حد الحراب غير حد الردة حد الفقاء ذكروا ايش حد الحراب الحالة وحد ايش آث Egypt لان ممكن لا يرتد ولا يحارب يرتد وقع في بيتو ارتد لم يعنش اي مشكلة HOWE Confed Vall عنده جماهير يقتل طبعا يستثاب بعد ايش الاستثاب والاوالصحيح يستثاب وانلا ايش اصار يعني قتل هاي عنده جماهير عنده جماهير друзقاء سلفا وخلفا لكن لا فيه في القرآن مش للحرابة فيه للردة فيه إشارة إشارة عجيبة جدا إيش الله قال تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيوت وهو كافر عشار الشيخ الإمام العلامة محمد الطهر بن عشور رحمة الله عليه في تفسيره العظيم التحرير والتنوير هذا الشيخ الإسلام في تونس قدس الله وسره عشار قال هذه الآية فيها إشارة لطيفة إلى حد الردة فيوت شوف الفاء الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب من غير مجلة ومن يرتد منكم عن دينه ما قالش ثم إيش يمت لأنه ثم هنا بقى إيش سواء ثم أو الفاء للعطف طبعا عشان يقول بعدها مجدوم على المستحيح لأنه معطوط على إيش على الفعل المشروط ومن يرتد منكم عن دينه كان ممكن رب يقول إيش إيش إيه ثم يمت وهو كافر فأولائك بس ما قال إيش إيش قال فاء مت معناها بطريقة إشارة معناها إيش إنه اللي بده ارتد بده فش بعد إيش قلت له دخل جهنم في الفاء هجيب فانا في إشارة وهذا حنوقت للمهود بصمغاتي بالدلالات ونشوف كيف يا أيها الإخوة من أخسام هذه الدلالات دلالة إيش الإشارة لأن على حسب كلام عدنان إبراهيم أننا لو درسنا علم أصول الفقه سنخرج بنتيجة هي أن القرآن أشار إلى حكم الردة العجيب أن عدنان إبراهيم يقول أنه وقع على هذا النص بتوفيق الله طب عدنان هو توفيق الله يعني هو الذي قال لك زور هذا النص وهل توفيق الله أعماك عن بقية النصوص لكلام الإمام بن القيم رحمه الله وهل توفيق الله تخلى عنك في هذه اللحظات الحرجة التي خرجت فيها على الناس على هذا المنبر لتزعم أن ابن القيم يقول بهذا القول وابن القيم بريء من هذا القول براءة الذئب من دم ابن يعقوب نتمنى من عدنان إبراهيم بصدق أن يتق الله في نفسه ويتق الله في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتق الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتق الله في دين المسلمين ويتق الله في كلام أهل العلم ولا يحرف كلامهم وأرجو من محبي عدنان إبراهيم أن يأخذه هذا الكلام ويذهب به إلى عدنان إبراهيم ويسمع منه لعل عنده جوابا لعل عنده مبررا يقوله في سبب تزويره لكلام الإمام ابن القيم هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته